المترجم للقناة بأمطار رعدية محلية خلال الظاهرة لإشارة قد تنتقل هذه الرعود خلال الليل نحو السواحل محلية أجواء شبه رعدية ستميز الجنوب الغربي شمال الصحراء والصحراء الوسطى مشمسة على العموم بالجنوب الشرقي تبقى تنشط بعض الأمطار الرعدية المحلية والموسمية نحو أقصى الجنوب إلى غاية مرتفعات الهوغار والتاسيلي كما ستنشط أيضا بعض الزوابع الرملية المحلية بالجنوب الغربي الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر اليوم الغد تبقى مرتفعة تفوق العشرين درجة على كل المناطق الشمالية لتقرب سبعة وعشرين درجة كعلى مقياس بغليزان عن نابا والطرف أما جنوبا ايتن وعشرين درجة كأبنى مقياس بيتامانراز تصل إلى سبعة وعشرين درجة بيديزي تسعة وعشرين درجة بتندوف وتتروح ما بين تلاتين إلى غاية ايتن واتلاتين درجة نحو السحراء الوسطى إلى غاية أقصى أو بالنسبة لمنطقة الواحط بينما تلاتة وثلاثين درجة ستكون كأعلى مقياس بأقصى الجنوب فيما يخص الحرارة القصوى خلال يوم الغد كما سابق الدكر ستعرف تراجع محسوس على كل سواحل لتقرب اتن وثلاثين درجة فقط بالعاصمة في حدود خمسة وثلاثين درجة بوهران وعنبا سبعة وثلاثين درجة بغليزان والجلفة بينما تبقى مرتفعة بقسنطينة زيوزو لتقرب أربعين درجة جنوبا ستة وثلاثين درجة بثمن رأس ثمانية وثلاثين درجة بجانات أجواء حرارة تبقى تميز شمال السحر إلى غاية أقصى الجنوب لتقرب الحرارة ستة واربعين درجة بشمال السحر وهذا تحت الدليل لغاية إنسالح سبعة واربعين درجة كأعلى مقياس بأدرار رأوات ميمون وتتروح مبيت تلاتة واربعين إلى خمسة واربعين درجة من إنجزة نحو تيندوف فيما يخص الملاحة وسيدة البحرية البحر سيكون قليل الإتراب إلى مطرب نحو سواحل الغربية الرياح تبقى ضعيفة بسواحل الوسطى متغيرة الإتجاهات معتدلة بسواحل الغربية ضمن تيارات جنوبية غربية تشتد خلال الظاهرة نحو سواحل شرقية يتقرب خمسين كم في الساعة وتتين من شرقية إلى جنوبية الشرقية جولة خاطفة بعدها عواصم شمال قارة إفريقيا أجواء مغاشة جزئيا بتونس مع أربعين درجة أجواء حارة أجواء حارة أيضا بتارابولس والحرارة تصل إلى تسعة وثلاثين درجة في حدود ستة وثلاثين درجة بالقاهرة أجواء دائما مشمسة على العموم غائمة بالعيون المحتلة مع واحد وثلاثين درجة وبعد الأمطار الرعدية التي ستخص جامينا ونيامي والحرارة هنا بين ثمانية وعشرين إلى ثلاثين درجة نعوذ إلى أرض الوطن وقت شرق الشمس بحتى الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة الساديسة صباحا وست دقائق والغروب على الساعة السابعة مسان وسبعة وثلاثين دقيقة دائما تبقى عنوين مصلحة الأرصاد الجوية في الخدمة شكرا على المتابعة وفي أمان الله